السلام عليكم وبركاته و اهلا وسهلا بكم وتحدي جديد من تحديات Power Query تحدي النهاردة اسمه Flex Filter من غير مقدمات كتير تعال نروح مع بعض على Excel ونشوف مع بعض التحدي بتاع النهاردة هناك جدول في 20 موظفات وكما ترى الكولوم الأولاني وكما ترى النام والكولوم الثاني ويد وضع الوظيفة وكما ترى القسمي هناك جدول صغير حتى استخدمه لنقوم بحث جدول في كولوم واحد سأخرج المخرجات البحث في الجدول الخارج من القويري نبدأ نبحث عن اسم الاسامي وليكن مثلا ايهاب احمد سأخذ منه كوبي وضعه هنا كنترول في وبعد كده رايت كليك وقل له ريفراش سيجيب لي فعلا بيانات ايهاب احمد طيب افرد اذا نريد بحث بالايد مش بالاسم نجرب كده نشوف هيشتغل معنا النفس الجدول ده ولا مش هيشتغل فهاخد مثلا الف وخمسة هكتب هنا الف وخمسة الايد الف وخمسة وطبعا الهيدر محتاجة اكتب فيه اي دي مكان نيم يعني يبقى الهيدر مزبوط رايح يقرب الزبط زي اسم الكلوم رايت كليك ورفراش فعلا جاب لي سلم عادل اي دي الف وخمسة والباند سي وهكذا يبقى انا قدرت اغير التايتل بتاع الكلوم او العنوان بتاع الهيدر بتاع الكلوم وقدر يجيب لي فعلا يروح يدور في الكلوم اي انا عايز يدور فيه يعني مالتزامش بكلوم معين انا عايز اعمل البحث بالباند تعال هاتنا باند اي رايت كليك ورفراش جاب لي فعلا كل الناس اللي موجودة في الباند اي طبعا عايز ازود باند كمان يعني اي وبي طبعا اول ما بتكتب تحت الجدول بيحصل له اي اكسبانشن رايت كليك ورفراش يبقى ادي كل الناس اللي في باند اي و باند بي طب هيشتغل على الديبارتمنت تعال نجرب تعال لازم تحط اسم الديبارتمنت مزبوط في الهيدر الدي الديبارتمنت متاعنا ناخد مثلا الفينانس والسيله كنترول سي و كنترول في طبعا ممكن ازود اي ما انا حااIZ لكن terrorist اخد الاخد اي الفينانس والسيل دي ادي الناس اللي الفينانس والناس اللي في السيلز عشان كده انا مسمي التحدي سألم مجرد ما احط اسم الكلوم في البدي ups وبعد كده احط البيانات اللي انا حايمها واعمل ان ت pow Bun дан لا اع Competigt الاعتقد قبل كده عملنا موضوع البحث ده لكن كان بطرق مختلفة المرة دي مختلف ان هو بحث مرن ممكن احط اي حاجة انا عايز احطها في اي كولوم هاختاره من الجدول هحطه في الهادر وحط البيانات اللي ابحث عنها بعد كده لو عرفت الحل او حتى عملت اي محاولة للحل لو سمحت ابعتها لي على الايميل اللي هتلاقيه قدامك دوتي على الشاشة واستخدم السبجيكت الموجود على الشاشة كمان ان شاء الله حل الفيديو هيكون الجمعة اللي بعد العيد ولو حضرك بعتري كالعادة هتلاقي اسمك في نهاية فيديو الحل بالتوفيق وكل سنوط طيبين واشوفكو المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته